النقطة التانية كهرباء. كهرباء احنا معنا انفراض اه بمستند. اه نص القرار. يا جماعة عمر جبالة بتاع الانفراضات دينا عمر. معنا امفراض بمستند. لسه بيزبطه لك لسه بيزبطه لك. بس احتلان فيه عبار ما يزبط لك. معنا امفراض بمستند نص القرار اللي ورد النهاردة. اه ازا مالك استلم القرار. بالمهلة اللي خاتها كهرباء. اه ستين يوم. حلو. اه من خلال اه المستند ده ادارة الزمالك هتتحرك النهاية بعد نهاية المهلة مباشرة لو كهربا ما سدتش الغرامة ان هو يتوقف لان النص القرار بيقول لي يا كريم اللي احنا معنا صورته بيقول ان اذا لم يسدد كهربا الغرامة في خلال الستين يوم يتوقف تلقائيا فالزمالك اتواصل مع سلفاتوري المحامي الخاص بالنادي وقال لهم ان هو يبدأ يتحرك الفترة الجاية ان هو يتم دنفيذ العقوبة الخاصة بالاقاف حال عدم السادات كهربا المطلوب من الفترة اللي جاية وفقا للقرار ان هو يدفع الف فرانك سويسري خلال تلاتين يوم وبالتالي ده ده القرار اللي هو بيقول يا كريم ان بالنسبة لقضية محمود كهربا الصادر حكم في تسعة وعشرين مارس هو هيدفع من الكامر ريوضية هيدفع مفروضة عليه دولار للزمالك وخمسة في المية الفوائد مظبوط انا بغرب عكو احنا قاعدين اهو مظبوط تمام اه ومكتوب اهو انه هيتوقف ست شهور تلقائيا لو مسددتش خلال ستين يوم يعني الفقرة التالتة ديت اهو نهو بيقول لو مسددتش خلال ستين يوم هيتوقف تلقائيا في الزمالك هيبدأ هيبدأ ايجاهز خطاب اذا هو مسددتش خلال الفترة دي بحيث يطالب بتنفيذ عقوبة الاقاف التلقائي اللي نص القرار موضحها بشكل واضح وهنا نص القرار فاصل كمان يا كريم ان كان فيه ناس بتتكلم ان اقفش البرتغالي يتحمل جزء ما يتحملش جزء نص القرار زي ما انت شايف على الشاشة هو واضح ان الغرامة بالكامل على اللاعب وانه هو يتوقف تلقائي حال عدم استداد الموضوع بس اللي عندك ارابة الفترة الجاية انه هو يدفع الالف فرانك خلال تلاتين مش كلا دول دول بسيطة تتكلم في ارقام كبيرة تتكلم في الف فرانك دلوقتي عامر بيقولي ده انفراد طبعا المعرضة كان فيه ناس قالت انه لا بالكلام ده مش مزبوط من الستين يوم والكلام ده كله عامر جابت دلوقتي جابلكو نص الخطاب اللي وصل للزمالك اليوم انه كهرباء عنده مهلة ستين يوم يدفع في يوم الفلوس اتنين مليون دولار مع خمسة في المية فوائد فوائد لو ما دفعهمش خلال الستين يوم يتوقف تلقاين مساعدة للأهل لكهرباء هيبعت حاجة للزمالك هيبعت حاجة هو خلاص الراجل توقف ستة شهر لو ما دفعش خلال الستين يوم تمام شكرا عامر شكرا عامر طيب